في غياب نظام قادر على غرس قيم الانتماء في نفوس الناس فإن وجود وطن يدافع عنه أبناؤه يصبح أمرا غير قابل للتحقيق ولأن الانتماء ينبع بالأساس من الإيمان بالهوية أيًا كانت تلك الهوية فإن الباحث عن بناء وطن أو استعادة مجد أمة ينبغي عليه أن يجيب أولا عن السؤال التأسيسي من نحن؟ غير أن السؤال على بساطته وضآلة مبناه اللفظي يحمل من التعقيد ما قد يجعل الإجابة عليه تختلف بقدر عدد المجيبين في عالمنا العربي في زمن فضاء الإنترنت والسماوات المفتوحة ذلك الفضاء الذي انمحى معه الكثير من الحدود والفوارق الثقافية والقيمية بين المجتمعات فالناس في المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي ولسيما الشباب منهم يتأرجحون بين الهوية القومية والدينية والقطرية بل والقبلية والطائفية والمناطقية كذلك كما أن هناك من تنكر لكل ذلك مستسلما لحملات التغريب الثقافي متجردا من كل قيمة حاكمة لسلوكه ومنظومته الفكرية والأخلاقية لصالح قيم لا تمت لمجتمعاتنا بأي صلة وعلى الرغم من أن ثورات الربيع العربي كانت كاشفة عن تبلور توجه شعبي نحو هوية عربية إسلامية جامعة إلا أن الثورات المضادة بكل ما مارسته من قمع ودموية تمكنت من إعادة الأمور عشرات السنين ليس فقط سياسية وإنما ثقافيا وفكرية فعادت النزعات التشرذومية في المجتمعات العربية وعادت الصراعات الطائفية والمذهبية بوجه أكثر بشاعة من ذي قبل في ظل تراجع فكري وحضاري كبير وعجز عن إنجاز أي تقدم حقيقي في أي من القضايا المصيرية للأمة من هنا يؤكد باحثون أن الأمر ربما يظل مرهونا بانتصار أحد الفريقين إما الثورة بما توفره من مناخ الحرية الذي يمكن الناس من الوصول إلى إجابة شافية لسؤال الهوية أو استمرار الثورة المضادة بما يعنيه ذلك من استمرار لمرحلة التيه العربي